السلام عليكم شعونكم شباب إن شاء الله تكونون بخير طبعا مثل ما تشوفون متحكم ZL 6190A من قياس رطوبة هذا الفقاسة الفلين التقليب اليدوي طبعا هذه الفقاسة مو تللي موجودات بالسوق شباب أول شي مروحة احتباس بالمناسبة مروحة الاحتباس شباب مو بس من ترتفع الحرارة راح تشتغل عندك لا قلبي مروحة الاحتباس الفائدة منها ايضا هي تداول لك الهواء بتغير لك الهواء داخل الفقاسة فتح التهوية حتى السيطرة على كمية الهواء اللي يدخل بها منظومة مرطوبة حافظتين هاي الحافظة الداخلية هي قفائصة وصندتها وحافظة بالدخل سراحة راولكم إياهم شوف لي الجامة قلبي جامة دائرية 20 سنتيم بس الجامة بذاك الحساب نزيل طبعا بلاك حجر مو ما شمو الربوع خلا راويكم الداخل بسم الله شباب الفقاسة عالية العمل مالتها مال جيمو بالبداية حساس الحرارة والرطوبة يكون هنا السلة مع البيض طبقا هاي التقليب يدوي السلة مثل ما تشوفون شباب سلة بلاستيك مو خشبسين مو خشبايتين تمام شباب يعني لا بكترية ولا رطوبة ولا عفن تشيلها تطلعها تخسلها وترجعها الحمالات مو سلة بلاستيك حافظة داخلية للرطوبة شباب هاي مخصصة شغلناها حتى تعلي لك الرطوبة مثل ما تشوفون حافة ناصية بوج المروحة طوافة والقطع الخارجية يعني منظومة رطوبة طبيعية كاملة الاهم من كل هذا الحشي منظومة الحرارة والتهوية شباب هذي آلية عمل فقاسات جيموكا لنشتغلها بالفقاسات الفلين مروحة بولبرن أصلية مو من هذا التقليد هيتر سيليكون مو قلوبة بالخمسمائة دينار هيتر سيليكون حبيبي مال عمر هذا 40 واط آلية العمل مالتها هاي المروحة مو دفع مباشر على البيض وتيبس لك القشر كله هذي سحب تسحب الهواء للداخل تدفعها الهيترات وترجعها من فوق ومن جواب بطريقة انسيابية بحيث ما تأثر على البيض تمام شباب فتحة الشهيق هذي بحيث السحب يكون مباشر يخل لك هوا جديد الفتحة مال زفير هي نفسها مروحة الاحتباس هي تطلع هوا بشكل طبيعي وعند الحاجة راح تشتغل بشكل أوتومنتيك مثل ما رابعتكم شباب هذي الفقاسة مو مثل الفقاسات الفلين اللي موجودة بالسوق شباب هاي شغلة مرتبة كاملة شوف لي البوكس والمدارات المتحكم المتحكم مو هذا المتحكم الW قبل 5000 دينار اللي هو هذا غير صالح لتصنيع الفقاسات الأغلبية طبعا من الشباب اخضروا نظرة سيئة عن الفقاسات الفلين بسبب الشغلات الرديئة أو التعبانة اللي موجودة بالسوق اللي هما شوها بصورة الفقاسة الفلين في حين هي فقاسة ناجحة كل اللي مطلوب شباب انه تفتهمون آلية العمل والشغلة النظيفة ميزها من الشغلة التعبانة تمام؟ اتمنى تكون صارت واضحة عدكم طبعا الفقاسة تجيك كاملة معايرة حرارة ورطوبة حرارة تتعيرتين تجي تقول لي هذا الرطوبة مكاس الرطوبة هذا ما يتعير قلبي اعاير الكياعة السويسري وقل لك الفرق ما القراها هلقت بحيث تشتغل وانت بالك مرتاح ومثل ما اشوفون مثل ما قلت لكم شباب فقاسة كاملة ان شاء الله ما بيها اي خلل تقليب يدوي تمام شباب؟ ان شاء الله تكون عجبتكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني على رقم الواتساب او تكتبوا لي بالتعليقات شكرا المتابعة وعلى اللقاء اشتركوا في القناة